بدى واضحا أن خطر الحوثي يمثل تهديدا لحاضر ومستقبل اليمن ودول المنطقة برمتها وأن أي رهان على سلام مع هذه الجماعة الدموية أكان اتفاقا علنيا أم سري سيبوء بالفشل وترتد أثاره الكارثية على الوطن والشعب اليمني بالدرجة الأولى مشروع الحوثي ومساعيه الحثيث لجعل اليمن تابعا لطهران وخنجرا مسموما في خاصرة الوطن العربية ينفذ أجندة إيران التوسعية في المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليين وخطوط الملاحة الدولية وباتت رهانات إمكانية التعايش الطبيعي مع الحوثي تسقطها الأحداث مراقب اعتبر التهادنا مع مليشيات الحوثي الإرهابية واختلاق معارك جانبية لا تخدم الجبهة المناهضة للمشروع الطائفي التابع لولاية الفقه في طهران يمثل دعما غير مباشر لمليشيات الحوثي واستمرارية مشروعيات تدميري في اليمن وتحويل البلاد إلى أداة بيد طهران من خلال تقوية شوكة المليشيات وتمكينها من تحقيق تقدمات في مناطق عدة وتدور معارك شرسة في مديرية نهب الواقع بين محافظتي صنع ومارب حاولت خلالها المليشيات التقدم نحو مارب إلا أنها تلقت هزائم من القوات الحكومية سقط خلالها المئات من العناصر الحوثية بين قتيل وأسير وجريح إضافة لفقدانها مواقع استراتيجية وعتادا عسكريا في حين تغرد الجماعة بما أسمته الهدن غير المعلنة مع القوات الحكومية في أكثر من موقع وهي بذلك تسعى لتثبيط معنويات أبطال القوات الحكومية والمشتركة لا أكثر قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز أكد في تصريح حديث أن أبطال الجيش الوطني يسطرون بطولات عظيمة في مواجهة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مختلف جمهة القتال وأنهم لن يتراجعوا عن الهدف الرئيس المتمثل في تحرير العاصمة صنع مشيرا إلى أن محاولات الحوثي خداع اليمنيين بانتصارات وهمية لن تثني قوات الجيش وأبناء الشعب اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي إلى تجني بأبنائهم فتنة الحوثي وعدم الزج بهم إلى المحرقة في صفوف الميليشيات التي لا ترعى حرمة دماء اليمنيين خصوصا وأن الميليشيات باتت تزج بالرجال والشباب وحتى بالأطفال في صنقاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها في معاركها العبثية في نهم والجوف وغيرها من الجبهات دون اكسراث لمصائرهم ومعاناة أسرهم من بعد إعادتهم أشلاء